الخناقة ما بتخلصش بين الأهل والزمالك كل يوم فيها جديد وجديد النهاردة حكايته حكاية الدنيا مولعة في مقر نادي الزمالك بعد الخسارة من الأهل 3-0 وخصوصاً إن محمود كهربا كان سبب في فوز الأهل وده اللي خلى المستشار مرتضى منصور على أخره من الأهل ومن كهربا ومن فريرة مدرب نادي الزمالك كمان علشان كده المستشار عمل مؤتمر صحفي فش في جنه وجاب سيرة الكل ورد عليهم تخيلوا قال إيه عن كهربا وعمل إيه مع كابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيز وهل ترد فريرة فعلاً زي ما التقارير كانت بتقول ولا لأ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فخليكم معنا في البداية خلونا نتفق إن الخسارة بتاعة الزمالك من النادي الأهل وال3-0 دي مش هتعد بالسهل كده من المستشار مرتضى منصور بالفعل ده حصل المستشار عمل مؤتمر صحفي خلص فيه حكايات كتيرة جداً في نادي الزمالك كشف كمان عن مفاجآت أكتر ليها علاقة بكابتن محمود الخطيب وكهربا وسيد عبد الحفيز وكمان أخذ في السكة موضوع فريرة واللي شايف إنه هو السبب أصلاً في الهزيمة بعد التجييرات اللي عملها في نص المباراة واللي فتحت اللاعب للأهل المستشار جاب سير الكابتن محمود الخطيب صراحة وقال إنه هو ما ترباش زي اللاعب اللي اسمه كهربا ما هو ما يبقاش كهربا هربان عند الأهل من الزمالك ويقوم لعبه وقال بعلو صوته أنا ساكت بس علشان خايف على البلد وإنه عمل شكوى ضد محمود كهربا للاتحاد الدولي لقرة القدم وقال فيها إن كهربا شتم الزمالك وسخر منهم طبعاً المستشار ما كانش ينفع يعد الليلة دي من جير ما يجيب سيرة سيد عبد الحفيز فجاب سيرته بالمرة وقال عليه هو عارف إزاي الأهل كسب واتهموا إنه هو عامل أعمال وحجاب لكهربا علشان يظهر بمستوى حلو ما هو كهربا قاعد بقاله سنين ما بيلعبش كورة يقوم أول ما يلعب يدخل جول في الزمالك ويظهر بالمستوى ده وأكد إن بعد ماتش فيوتشر اللي جاي هيسمعكم فيديو مع اللي شغال معه سيد عبد الحفيز الحقيقة إحنا مستنيين هنشوف هيقول إيه المهم نيجي دلوقتي لموضوع فريرة ونشوف المستشار قال عليه إيه هل ماشى فعلاً من النادي وطرده زي ما كان متوقع ولا خاف من الشرط الجزائي اللي بينهم الحقيقة إن المستشار اتقلب حالو على الآخر سلم لفريرة وقال إن هو من أحسن المدربين اللي في التاريخ وإنه بيعلن كمان تجديد الثقة لي لحد بعد ماتش فيوتشر اللي جاي وأيان كانت النتائج في المباريات اللي جاية فريرة مكمل مع النادي بالمرة مرتضى منصور رد على طلب الاستقالة اللي تقدم بيه ابنه أمير من منصبه في النادي بعد الخسارة اللي خسروها وقال إن هو رفضها وأمير مكمل مع نادي الزمالك في منصبه واستحالة يمشي لحد هنا نكون لخصنا لكم كل اللي جرى في المؤتمر الصحفي بتاع المستشار مرتضى منصور النهاردة حابين بقى نعرف رأيكم في القرارات اللي هو طلعها الكل يكتب في التعليقات ويقول رأيه سواء كنت زمالكاوي أو أهلاوي ترجمة نانسي قنقر